تفاعلات الكيميائية تفاعلات التبادل الأحادي هي التغيرات الكيميائية التي يحل فيها عنصر نشيط كيميائيا محل عنصر آخر أقل نشاط كيميائيا منه في مركب من مركباته ما هو تعريف تفاعلات التبادل الأحادي هي تغيرات كيميائية يحل فيها عنصر نشيط كيميائيا محل عنصر آخر أقل نشاط كيميائيا منه معناها أنا عندي حتى يتم هذا التفاعل شرط أنا عندي أول شيء بيكون عنصر ومركب العنصر يعني مثل حديد عنصر يعني ليس ضمن مركب إنما هو عنصر واحد مثل الحديد الكالسيوم الصوديوم عنصر واحد هذا العنصر يجب أن يكون نشط كيميائيا نشط يأخذ مكان عنصر آخر أقل نشاطا كيميائيا منه في مركب من مركباته يعني هذا العنصر فلنفرض الحديد FE ومركب يعني يتكون من أكثر من عنصر مثل حمض كلوريد الماء HCL يعطي الحديد عنصر الحديد هون هو الأيون الموجب وبالHCL حمض كلوريد الماء الهيدروجين هو الأيون الموجب الحديد أكثر نشاطا كيميائيا من الهيدروجين وبالتالي سيأخذ مكان الهيدروجين في هذا المركب فسوف يرتبط الحديد بالكلوريد قلنا لما أكتب صيغة مركب كيميائي سوف أفعل الآتي أبدأ بالأيون الموجب اللي هو الحديد صار عندي هلأ كلوريد الحديد FE وأنتهي بالأيون السالب اللي هو الكلوريد معناتها النتيجة سوف أحصل على FE والحديد ثم الكلوريد سوف أكتب الأيون السالب CL الخطوة الثالثة في كتابة عنصر كيميائي ما هي؟ أنه أكتب التكافؤات كم تكافؤ الحديد؟ تكافؤ الحديد اثنان كم تكافؤ الكلوريد؟ تكافؤ الكلور واحد الخطوة الثالثة أن أبادل بين التكافؤات فالكلوريد سوف يأخذ اثنان والحديد سوف يأخذ واحد سوف أبادل بين التكافؤات الاثنين اللي هي تكافؤ الحديد أين ستذهب؟ سوف تذهب إلى الكلوريد فبكتب FE CL2 والحديد رح تأخذ تكافؤ الكلوريد ولكن تكافؤ الكلوريد واحد فالواحد ما في داعي يكتبها FECL2 هي كلوريد الحديد فنحن هلأ مع الدرس عم نراجع كتابة الصيغة الكيميائية وعم نراجع المعادلات تمام؟ معناته أنا كيف أكتب صيغة كيميائية؟ أبدأ بالآيون الموجب أنتهي بالآيون السالب كل عنصر أكتب فوقه تكافؤه ثم وبادل بين التكافؤات من أين أتت هذه الاثنين عند الكلوريد؟ لأنه تكافؤ الحديد الثنين فأنا أضع الكلوريد الثنين وتكافؤ الكلوريد واحد فما في داعي أضع ما في داعي أضع للحديد أي شيء ثم شو بيزيد عندي؟ أنا الحديد طرد الهيدروجين وجلس مكانه الحديد طرد الهيدروجين وجلس مكانه فبيزيد عندي غاز الهيدروجين FECL2 هي كلوريد الحديد زائد مين بيبقى عندي غاز؟ الهيدروجين طبعا الهيدروجين أنا لازم أكتب الآتي H2 إن الهيدروجين لا يتواجد بشكل بشكل يعني ذرة واحدة من ما يتواجد بشكل جزيئي يعني H2 طبعا هذه المعادلة تحتاج إلى موازنة ولكن نحن عم ناخد مثال عن تفاعلات التبادل الأحادي أو الإزاحة التبادل الأحادي هي التغيرات الكيميائية التي يحل فيها عنصر نشط كيميائيا محل عنصر آخر أقل نشاطا كيميائيا منه كي مركب من مركباته عندي عنصر واحد مثل الحديد السوديوم المجنيزيوم الكالسيوم سوف يأخذ مكان عنصر آخر في مركباته ولكن عندي شرط إنه يكون الحديد أو العنصر هذا العنصر أكثر نشاطا كيميائيا من العنصر اللي رح يأخذ مكانه في هذا التفاعل أنا مين تفاعل عندي؟ عندي الحديد أخذ مكان مين؟ أخذ مكان ذرة الهيدروجين هون وارتبط مع الكلوريد وذرة الهيدروجين طلعت لحالة هلأ أما تفاعلات التبادل الثنائي تفاعلات التبادل الثنائي هو تتبادل أيونات مركبين التبادل الأحادي عندي عنصر ومركب أما بالتبادل الثنائي عندي مركبين مركبين تتبادل أيونات مركبين فيما بينهما أيونات مركبين أيونات المركبين سوف تتبادلان فيما بينهما أيوناتهما ولتكوين مركبين جديدين أحد هذين المركبين إما راسب أو غاز أو مركب ضعيف الثبات معناته التبادل الثنائي تتبادل أيونات مركبين فيما بينهما لتكوين مركبين جديدين أحدهما راسب أو غاز أو مركب ضعيف كباد الآن ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سوف نتعلم، سوف نتعرف على سلسلة الإزاحة أو سوف نكتب تفاعلات التبادل الأحادي وسوف نكتب المعادلات بالصيغة الأيونية سوف نتعلم كيف نكتب التفاعل معادلات بالصيغة الأيونية الكلمات المفتاحية في هذا الدرس المشعرات سوف نعرف ما معنى مشعرات وأيضاً الإزاحة ما معنى تفاعلات الإزاحة بالضبط والتبادل الثناني